خمس مبارزات شرسة بين الحشرات التقطتها الكاميرا اليوم سنعرض عليكم صراع الجبابرة ونحن نقصد بهم عالم الحشرات الطبيعة مملؤة بأشياء كثيرة يسعى العلماء دوماً لاكتشافها ومعرفة أسرارها كلها لذا يستمر العلماء في البحث عن معلومات جديدة ويستخدمون معهم الكاميرا من أجل توثيق اللحظات اكتشاف ما يسعون لاكتشافه وبينما كانوا يكتشفون أسرار جديدة التقطت الكاميرا الخاصة بهم بعض المبارزات بين الحشرات سواء كانت هذه المبارزات من أجل البقاء أو من أجل الغذاء أو البيت أو الزواج لكنها في الحقيقة أشياء لا نراها كثيراً الغريب أن نهايات هذه المبارزات تكون مدهشة حيث أحياناً تفوز الحشر الغير متوقع فوزها ولهذا تم التقاطها على الكاميرا ونحن على أشد تأكيد من أنها ستنال إعجابكم لذا دعونا نبدأ الفيديو وإن كنت ممن لا يحبون العنف أو ممن لا يحبون الحشرات فننصحكم بعدم المشاهدة هيا بنا صرصور ضد عنكبوت هذا الصرصور يبلغ طوله 5 سنتيمتر مما يعني أنه ضخم جداً ذات مرة من المرات كان يتجول بحثاً عن الطعام ثم بدأ يتسلل في ملك هذا العنكبوت وهذا جعله يشطاط غضباً ويسعى للقضاء على هذا الصرصور المتطفل ولكن هذا الصرصور يتمتع بقوة كبيرة للغاية حتى أن جاء هذا العنكبوت وحينها أدركنا أن العنكبوت أقوى منه وأكبر حجماً أيضاً لهذا تحرك العنكبوت خلف هذا الصرصور بكل هدوء حتى اقترب منه كفاية ثم بعدها انقض عليه وقبض على رأسه بفكيه وكان الصرصور يحاول الهرب من هذه القبضة لكن في النهاية انتهى أمره بالموت على الفور بين يدي العنكبوت وبعد ثواني معدودة سحب هذا العنكبوت الصرصور الميت لعشه حتى قضي عليه وتناوله بالكامل ثعبان ضد عنكبوت من المعروف عن الثعابين أنها كائنات خطيرة للغاية ويخشاها كل الكائنات فهي تتمتع بسرعة فائقة وسم بالغ الخطورة لهذا تتجنب الكائنات الحية الثعابين حتى لا يعرض أنفسهم لمخاطر ومشاكل كبيرة أيضا من المعروف عن العنكبوت أنه كائن خطير وقوي وعنيف لكن في الحقيقة هل يقدر هذا العنكبوت الصغير على التصدي للثعبان الكبير السام؟ الآن قم بإيقاف الفيديو واكتب لي رأيك في التعليقات من منهما سيفوز في هذه المباراة؟ في الحقيقة هذا الثعبان غير عادي فهو ثعبان قوي وسام وكبير من فصيلة بيت فيبر حيث أن العضة الواحدة لهذا الثعبان تكفي لقتل الإنسان على الفور حتى أن العنكبوت رن يقدر على الصمود أمام هذه العضة القوية خرج هذا الثعبان من بيته للبحث عن وجبة شهية لأنه يعاني من الجوع الشديد ظل يزحف حتى لفت نظره هذا الجحر مما جعله يظن أن بداخله حيوان ما وربما يكون وجبة شهية يتغذى عليها الليلة حينها اعتقد الثعبان أن هذا الجحر ربما يكون خاصا بمجموعة من الفئران لكن في الحقيقة كان يوجد بداخله عنكبوت شديد الجوع كان العنكبوت وقفا في مكان ما مختف حتى لا يراه الثعبان وحينما اقترب الثعبان بشكل كاف انقض عليه العنكبوت على الفور وحينها بدأت المعركة القاتلة انظر كيف يحاول الثعبان أن يلتف حول العنكبوت حتى يتمكن من القضاء عليه ولكن العنكبوت لا يستسلم ويظل يكافح حتى يتمكن من التغلب على الثعبان السام ولكن في النهاية حدثت المعجزة حيث تمكن العنكبوت من الفوز في هذه المعركة وتغلب على الثعبان حقا إنه عنكبوت قوي ويستحق أن ينال هذه الوجبة الضخمة نتيجة لجرأته في الدفاع عن نفسه وبيته وأرضه كنا قد نشرنا لكم فيديو من قبل في مبارزة بين دبور وعقرب وبينما كان يحاول العقرب التصدي لهجمات الدبور انتهت المبارزة بفوز الدبور على هذا العقرب السام هذا العقرب من أشرس الفصائل وأخطرها التي تعرفها البشرية على مر العصور فهي لديها سم قاتل وفتاك يجعلها أشبه بآلة القتل لهذا نتجنب نحن البشر لعبثة مع مثل هذه الفصائل الخطيرة حتى لنتعرض للأذى والموت على إيديهم ولكننا اليوم نرى مبارزة قوية بين الدبور الطنان والعقرب وهذا العقرب يصل طولهما بين 18 إلى 23 سنتيمتر ولكن بعض المصادر أوضحت أنه ربما يصل طولهم إلى 30 سنتيمتر يقول العلماء إن هذا العقرب عدواني للغاية لهذا الكل متوقع فوز العقرب على هذا الدبور أخبرني ما هو توقعك في هذه المبارزة قبل أن نبدأ من الواضح لنا في هذه المعركة أن الدبور من البداية لا يسعى للاقتراب من هذا العقرب بل إنه يسعى للهرب والنجاة ظنا منه أنه سيتعرض للموت إنه لأمر ظالم أن نجعل مثل هذا الدبور الصغير في مواجهة هذا العقرب ولكن ظل الدبور يقترب من هذا العقرب حتى يبحث عن مخرج ليهرب منه مما جعل العقرب قادر على الإمساك به وبالفعل أمسكه بيديه الاثنين حتى تمكن منه وبعدها بدأ في تناوله حيث أننا نرى هنا كيف تمكن من تقطيعه إلى أجزاء صغيرة وتناوله بالكامل فهي كانت مبارزة سهلة للغاية على هذا العقرب وفيها اتصف هذا الدبور بالجبن حيث أنه لم يحاول الهجوم على العقرب بل كل ما كان يفعله هو البحث عن فرصة للنجاة تتميز حشرة العقربان بقوة لمثيل لها ولديها مرونة رهيبة في جسدها كما أنها تعتبر من الحشرة العنيفة التي تتصدى لأي مفترس لتنجو بحياتها كما أنها لديها منظر مقزز للغاية يجعل العديد من الناس يرفضون تماما لمسا مثل هذه الحشرات فهي لديها أرجل كثيرة مما يجعلها ذات منظر مخيف يوجد منها أكثر من 600 نوع حول العالم وهذا النوع يعرف باسم العقربان العملاق هذه الحشرة يمكن أن تنمو لتصل إلى 26 سنتيمتر يمكن لهذه الحشرات أن تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة الموجودة في وسط وجنوب أمريكا تعيش هذه الحشرات أسفل سطح الأرض وتخرج للصيد في المساء تتغذى على الديدان والإرقات والخنافس والسحال والضفادع والطيور الصغيرة وحتى الثعابين مما يعني أنها خطيرة وفتاكة وهذا ما ذكرناه عنها في البداية ولكنها اليوم ستكون في مواجهة هذه الخنفساء التي تعرف أيضا باسم الخنفساء هرقل لما لها من قوة وصلابة من الطبيعية أن الخنفساء العادية تتمتع بجسد صلب وقوي ولكن هذه الفصيلة لها جسد أقوى عشرات المرات من الخنفساء العادية لهذا نالت هذا اللقب الآن ستبدأ المعرك بين هتين الحشرتان ونحن لا نعلم أي منهما ستتمكن من تحقيق الفوز والقضاء على الأخرى اتضح من البداية أن العقربان ستسعى للهرب من يد الخنفساء لأنها لن تقدر على مواجهتها لما لها من صلابة وقوة ولكننا اندهشنا في النهاية حينما رأينا كيف تمكنت هذه الخنفساء من التحكم في العقربان وخلقها بهذه المخالب القوية حتى تمكنت من منع التنفس من القصبة الهوائية وانتهى أمرها بالموت وتمكنت من تحقيق الفوز على العقربان هذا يعني أن الحجم لا يعني بالضرورة تحقيق الفوز لكن يمكنك تحقيقه بالقوة التي تتمتع بها هذا العنكبوت الأسود هو من أخطر العناكب السامة على وجه الأرض حيث يحتوي على سم قاتل ومؤلم يصيب الجهاز العصبي على الفور مما يجعلك تصاب بالشلل وينتهي أمرك بالموت على الفور يعيش هذا الكائن في أجزاء كثيرة في شمال أمريكا وأستراليا يعرف عنه أنه أكثر العناكب السامة حول العالم خطورة في الحقيقة لا يشكل الذكور خطورة كبيرة في هذه الفصيلة ولكن الإناث منهم يعضون بقوة ويسببون ألما غير محتمل كما أن حجم العنكبوت الأنثى أكبر بكثير من حجم الذكر كما أن من المعروف عنها أنها تقتل الذكر بعد إتمام عملية الزواج فهذا يدل على مدى خطورتها التي تشكلها على فصيلتها والفصائل الأخرى كما نرى في الفيديو الذي يوضح التشاجر بينهما أن كلا الحشرتان يسعى لمعرفة القوة التي يتمتع بها خصمه وذلك عن طريق مد أحد الأطراف ليراقب رد فعله ومنه يقيم مدى قوته ومدى افتراسه لكن العقرب يتمتع بذكاء خاص حيث جعل جسده بعيدا عن متناول العنكبوت وعاد للخلف حتى يجذبه له حينما يأتي العنكبوت يقوم العقرب بإدلاء الذيل الخاص به ليزرع السم بداخله هذا يعني أن العقرب لديه فرصة أفضل للفوز في نهاية هذه المعركة وبالفعل بعد محاولات عديدة من العقرب تمكن من التغلب على العنكبوت وتمكن من نشر السم بغزارة في جسده حتى انتهى أمر العنكبوت إلى الموت نتيجة لقوة سم العقرب لذا لا يجب التمتع بالقوة والحجم الضخم فقط في مثل تلك المعارك بل إن الذكاء يمكنه التغلب على القوة والحجم وهذا ما جعل العقرب قادرا عن الفوز والتغلب على هذا العنكبوت الأسود السام إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو أخبرني أي من هذه المبارزات نال إعجابك بشدة كما لا تنسى أن تخبرني كم مبارزة كانت توقعاتك فيها على صواب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة